السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to the learning channel النهاردة موعدنا مع قواعد الوحدة الأولى للصف الرابع الابتدائي منها Connect 4 طبعا في العام الدراسي الجديد ونتمنى أن يكون عام دراسي جديد وسعيد وخالي من أي التعقيد قاعدتنا النهاردة هي عبارة عن الفرق بين إمتى نستخدم and وإمتى نستخدم but في البداية عندنا and and تعني where وبنستخدم and لربط الجمل المتشبهة يعني جمل متشبهة يقصد بها متشبهة في المعنى متشبهة في الأفكار بنضيف فكرة لفكرة أخرى الأفكار دي ما فيش أي اختلاف بينها ما فيش أي تناقض ما تحسش أن فيه مفاجأة حصلت أو سمعت حاجة غريبة لا هي كلمات متشبهة أفكار متشبهة ما ديجي نربط الأفكار المتشبهة دي بنربطها باستخدام and and ناخد example أنا الوقتي بحب الأيس كريم يبقى I like ice cream وبحب كمان اللي هي شوكولاتة الجملتين دولة عبارة عن أفكار إيه؟ أفكار متشبهة أفكار متشبهة ما فيش اختلاف ما تحسش بينهم أن فيه اختلاف بين الجملة الأولى والجملة التانية واحد بيحب شيء وبحب شيء يبقى في الحالة دي نستخدم and أولي بقى I like ice cream and chocolate يبقى أنا بحب ice cream and chocolate ويه؟ ناخد كمان another example مثال آخر أنا الوقتي بلعب باسكتبول I play basketball طب بلعب إيه كمان بلعب كرة قدم I play football الجملتين دول عبارة عن أفكار متشبهة ما فيش اختلاف دي رياضة بلعبها ودي رياضة بلعبها ما تحسش بإن فيه حاجة مفاجئة حاجة غريبة سمعتها يبقى هنا نربط الجملتين بـ I play basketball and I play football يبقى أنا ألعب كرة السلة وألعب أيضا كرة القدم يبقى ما ننساش and بدأستخدم لربط الجمل المتشابهة وإضافة أفكار لبعضها البعض وربطها معا أما الرابط الثاني فهو pot 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 تعني لكن نستخدم pot لربط الجمل المتناقضة يعني أي جمل متناقضة بردو جمل متناقضة أي مختلفة في المعنى أو تحتوي على معلومات غير متوقعة فعندما يقول لك شخصا أنا أذاكر جيدا وأحصل على درجات سيئة فهذه جملة غير متوقعة معلومة غير متوقعة فهو يذاكر جيدا وتتوقع أن يحصل على درجات عالية فهذا يسمى تناقض عندما يقول لك شخصا أنا لا أحب الحلوة شو أحب الحلوة ولا أأكل الحلوة ولكني أأكل الفاكهة فهذه معلومة غير متوقعة فالمعلومات الغير متوقعة أو المتناقضة هي معلومات مختلفة عن بعضها البعض ونستخدم pot لربط الجمل المتناقضة على سبيل المثال الجملة الأولى أي أنا لا أأكل الحلوة الجملة الثانية أنا أحب الفاكهة هنا يوجد تناقض بين الجملتين شيء لا أأكله وبالتالي لا أحبه وشيء آخر أحبه وأأكله فهذا يسمى تناقض لذلك نستخدم pot فأقول I don't eat candy pot I like fruit أنا لا أأكل الحلوة ولكني أحب الفاكهة مثال آخر إذا كنت أشرب الكولا I drink cola وكلنا نعرف أنها غير صحية I want to drink more water أريد أن أشرب الكثير من الماء هنا تناقض فأنا أشرب شيء غير صحي وفي نفس الوقت أتمنى وأريد أن أشرب الماء الذي هو صحي فإذا هناك اختلاف معلومة غير متوقعة مفاجئة بالنسبة لك نستخدم pot فأقول I drink cola أنا أشرب الكولا pot ولكن I want to drink more water ولكني أريد أن أشرب ماء أكثر لذا فهو تناقض ولا تنسوا أن تستخدموا كوما قبل pot نستخدم كوما قبل pot هكذا نكون قد تعرفنا على الفرق بين and و pot الآن وقت ملحوظة أهم هذه الملحوظة ستساعدني في الإجابة على الأسئلة أولا إذا وجدنا جملة مثبتة وأخرى منفية نستخدم pot إذا كان هناك جملة مثبتة وأخرى منفية أي بها not أو in apostrophe t يجب أن نستخدم pot لأنها زي يسمى تناقض إثبات ونفي الملحوظة الثانية إذا وجدنا جملتين في الإثبات أي جملتين مثبتتين ولكن هناك اختلاف في المعنى في اختلاف في المعنى في مفاجأة شيء غير متوقع نستخدم pot نستخدم pot نستخدم pot الملحوظة الثالثة إذا وجدنا جملتين في الإثبات جملتين مثبتتين ولا يوجد اختلاف في المعنى لا يوجد اختلاف في المعنى نستخدم and لأن هنا تسمى إضافة أفكار متشابهة لا يوجد اختلاف ناخد example ونشوف بنحل إزاي لو جال في الامتحان جملة زي كده وقال لي I like tennis أنا أحب التنس وجيب انقصين وكتب لي or or طبعا دي غلط أنا أعيز صححها I don't like football أنا لا أحب كرة القدم يبقى الجملة الأولى إيه جملة مثبتة الجملة الثانية إيه جملة منفية يبقى لازم نستخدم pot على طول يبقى كل اللي أنا هعمله بدلا من or هحط كلمة pot لأن ده تناقض وجملة مثبتة وجملة منفية ما ننسيش في الوقت معدنا مع prefix re إيه أصلا فكرة prefix prefix هي بادئة والبادئة بتكون عبارة عن مجموعة من الحروف مجموعة حروف كده بنضع الحروف دي قبل كلمة معينة تغير معناها يعني لما جي أحط البادئة دي قبل كلمة بتغير لي معنى الكلمة وتديني كلمة جديدة هنبدأ النهاردة مع re 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 ري دي بتعتبر prefix طب معناها إيه؟ معناها again 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 يعني مرة أخرى يبقى re معناها مرة أخرى مرة تاني تاني يبقى نحط re اللي هي re قبل بعض الأفعال وتعني مرة أخرى ناخد example مسيلا في شخص دهن المنزل بتاعه معجبوش اللون راح دهن المنزل بتاعه مرة تانية مرة أخرى يبقى ممكن نقولها بالطريقة دي he painted his house again هو دهن أو طلع منزله مرة أخرى طيب ممكن نحزف again آه ممكن نحزف again ونحط مكانها re re تبقى re painted he painted his house he painted his house عطت نفس المعنى معناها هو دهن منزله مرة أخرى هناخد طبعا عليها أمثلة أكتر وأكتر موعدنا مع المثال الثاني في المثال الثاني he cleaned his bike again أو هو نظف دراجته مرة أخرى يمكن حاسف again واستخدام re قبل الفعل فتعطي نفس المعنى فنقول he cleaned his bike أعاد تنظيف دراجته المثال الثالث the chef made rice again أي الطاهي أو الطباخ صنع أرز مرة أخرى بنفس الطريقة هنحزف again ونستخدم re the chef remade rice أي أعاد صنع الأرز number four المثال الرابع she did her homework again أي قامت بعمل واجبها مرة أخرى يمكن أن نحل محلها ب she did her homework أي قامت بعمل واجبها مرة أخرى فلا تنسوا أن re تعني again ويمكن استخدامها قبل بعض الأفعال كي وتعني معنى again أي مرة أخرى أو مجددا الآن وقت التمارين read and write the correct form of the words between brackets من أحد أهم الأسئلة اللي بتجينا في الامتحان هو سؤال تصحيح الخطأ فكرة سؤال تصحيح الخطأ إنه بيجيب لكلمة بين أقواس الكلمة دي غلط وعايزني إن أنا أصححها ووضع مكانها الكلمة الصحيحة هنقرأ مع بعض يعني الأسئلة دي وبعدين هتشوف الإجابات وحاولوا تحلوها بنفسكم number one I speak Arabic but French number two I like tennis or I don't practice at every day number three I eat vegetables pot I exercise number four I drink cola and I want to drink more water number five he did his homework this means he did it again فكروا كده يا جماعة في إجابات للأسئلة دي فكرتها سهلة جداً وبسيطة now time for the answers وقت الإجابات جملة الأولى بيقولي I speak Arabic but French but French طبعاً هنا المفروض نستخدم and and لأن دي إضافة لأن دي إضافة مفيش أي تناقض مفيش أي اختلاف واحد بيتكلم عربي وبيتكلم فرنساوي مفيش اختلاف خالص يبقى هنا نستخدم إضافة إضافة يعني and I speak Arabic and French ولازم بقى حافظ and كويس جداً number two I like tennis يبقى أنا بحب التنس I don't practice at every day مش بتدرب عليه كل يوم يبقى دي إي حاجة غير متوقعة مفاجأة اختلاف ثم هنا في جملة مثبتة وفي جملة منفية يبقى pot على طول يبقى نستخدم pot يعني ولكن number three I eat vegetables but I exercise أنا أكل الخضروات ودي حاجة إيه صحية I exercise بتدرب ودي حاجة إيه صحية برضو يبقى ما فيش أي اختلاف هنا ما فيش أي تناقض هنا and 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 طبعاً ليه التشابه وأفكار متشابهة number four I drink cola أنا بشرب كولا حاجة غير صحية I want to drink more water حيز أشرب مية أكتر وده شيء صحي يبقى ده هنا إيه تناقض بين حاجة صحية وغير صحي نستخدم pot pot للتناقض وركزه في معنى الجملة كويس number five بيقولي he did his homework this means he did it again بيقولي ده عمله تاني again again طالما عمله مرة تانية يبقى ما ننساش re re اللي هي re يبقى he redid his homework هكمان هناخد مع بعض الوقت سؤال choose the correct answer عشان نطبق القواعد مرة تانية ونستفيد أكتر ونقوي معرفتنا بالقعد number one i love video games i only play them on faridays and pot so too number two it's a very interesting place it's hot sometimes and pot so too number three she loves english not arabic and pot so too number four his car is dirty he will not not at redo re clean re read remake نفكر كده يعني حاجات بسيطة جدا وسهلة نفاش أي مشكلة الوقت الوقت الاجابات number one i love video games i only play them on fridays يبقى ترجم كويس معايا انا بحب العاب الفيديو العاب الفيديو video games طب الجوم للتانية بتولي i play them on fridays بلعبها يوم الجمعة بس يبقى دا تناقض واحد بيحب حاجة ما بيلعبها شغل يوم واحد في الاسبوع خلاص يبقى دا تناقض يبقى نستخدم pot pot ودايما بيجي قبلها كما number two it's a very interesting place دا مكان شايق جدا وجميل it's hot بس حر جدا حر تناقض برضو زي جميل وحر وشايق وحر hot sometimes يبقى نستخدم pot عشان تناقض number three she loves english بتحب الانجليش arabic والعربي كمان ما فيش اي تناقض ما فيش اي اختلاف يبقى she loves english and arabic and arabic number four his car is dirty سيارته متسخة يبقى نعمل لها اي ينظفها تاني he will reclean it he will reclean it ok this is the end of the video هذه هي نهاية الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو قد حاز اعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة don't forget to subscribe my channel ويريد كمان نفعل القرص لكي يصلنا كل الفيديوهات الجديدة اولا باول كي واذا اعجبكم الفيديو كي اتمنى منكم وضع لايك وشير للفيديو thank you again for watching والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته